يا وصلاة السلام عليكم وراء الشفقة القلية أما بعد هنتكلم عن آخر حاجة في المنصوبات وهي المفعول المطلق وهو أسهل مفعول ممكن تستخرجه من القطع ليه؟ هنرى باللؤدي ناخد الأمثلة واحد أسرعت إلى مدرستي إسراعا اجتهد العاملون اجتهادا أحترم معلمي احتراما شديدا نام الطفل نوم الأصحاء انطلق الجنود انطلاقا في الميدان لو جينا نلاحظ كده هنلاقي أن المفعول المطلق هو الكلمات اللي مأخوزة من نفس حروف الفعل اللي بدأنا بالجملة في المثال الأول أسرعت إلى مدرستي ها إسراعا تمام إسراعا مأخوزة من نفس حروف الفعل ولكنها ليست فعل بدليل عليها تنوينه اجتهد العاملون اجتهادا تمام كلمة اجتهادا مفعول مطلق مأخوزة من نفس حروف الفعل اجتهد في بداية الجملة كذلك أحترم معلمي احتراما كلمة احتراما هي مفعول مطلق لكلمة احترم نوم مأخوزة من ناما وكلمة انطلاقا مفعول مطلق مأخوز من انطلق طيب اعراب المطلق مفعول المطلق اعرابه بسيط جدا لا يوجد اي مشكلة يبقى عبارة عن مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة بس كده بس كده ولكن في حاجة اخيرة هي ان المفعول مطلق لنوعين مفعول مطلق لنوعين النوع الاول هو المؤكد للفاعل النوع الثاني هو المبين للنوع نقطع اعرينا حقا يجرم حقا لو انا وقفت عند المفعول المطلق باختصر شديد لو انا وقفت عند المفعول المطلق وعند لفظ المفعول المطلق عاسق يبقى Release نوع الاول وهو المؤكد للفعل انا اكدت الفعل بس بلفظ المفعول المطلق طيب لو جت بعد المفعول المطلق كلمة وصفته او وضحته يبقى هذا النوع الثاني المسال الاول اسرعت الى مدرستي اسراعا وقفت وقفت عند المفعول المطلق اذا هذا النوع الاول المؤكد للفعل طيب مثال الثاني اجتهد العاملون اجتهادا كذلك الامر وقفت عند المفعول المطلق ده مؤكد للفعل مثال الثالث احترم معلمي احتراما شديدا جاءت كلمة شديدا لتصف الاحترام لتصف الاحترام يبقى ده على طول بما ده مفكر النوع الثاني المبين للنوع نامت طفله نوم الاصحاء اوه كلمة الاصحاء وضحت للنوم ده شكله عامل ازاي بالظبط كان اي نوم نوم الاصحاء ولا نوم المرضى يبقى ده مبين للنوع المثال الاخير انطلق الجنود انطلاقا في الميدان متسرعش خلي بالك ان كلمة في الميدان ده حرف جر وده اسم مجرور يعني جر ومجرور وما وضحش الانطلاق شكله كان عامل ازاي ولا وصفه فلذلك هنا هيبقى مفعول المطلق مؤكد مؤكد للفعل طيب نطلع القاعدة بتاعتنا كده من الامثلة مين هو المفعول المطلق ده هو اسم منصوب واحد من المنصوبات هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يذكر لماذا يذكر يذكر لتوكيد الفعل او بيان نوع يذكر لتوكيد الفعل او لبيان نوع هم دول النوعين بتوع المفعول المطلق زي ما احنا قل المؤكد للفعل والمبين للنوع اذا هو اسم منصوب واحد من المنصوبات يذكر لتأكيد الفعل او بيان نوعه وقفنا عند مفعول المطلق يبدأ مؤكد للفعل اضفنا عليه كلمة وصفته او بوضحته يبقى هو النوع ثاني المبين للنوع وبكده نكون وصلنا الاخر الدرس اتمنى اشوفكم على خير اشتركوا في القناة